الأردن يجب أن يلتفت إلى الظروف العمالية التي يمر فيها الأردنيين في الخارج صح ولادنا بطلعوا، لكن هذا لا يعني أنهم لسا ولاد البلد لذلك تم تغيير اسم وزارة الخارجية، الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين أصبح لدينا مجتمع من المغتربين الأردنيين في الخارج يجب علينا أن نتطلع تماما إلى ظروف العمالنا، أبناءنا الموجودين في الخارج وظروف الحياتية للمغتربين لأنه هم ما خرجوا كما تفضل الأستاذ ما خرجوا طواعيتهم بكيفهم هم طلعوا لأهداف اقتصادية بدهم يعيشوا بدهم يحققوا عمالهم وغيرهم وهذا أيضا يفتح الباب للنظر إلى الظروف للعمال الموجودين بالأردن عمالنا أبنائنا الموجودين بالبلد حطوا لي البطالة على جب نحكي قاعدين بطالة 19% طيب هذه البطالة والقراءات الإحصائية بتاخذ من هو في عقد عمل واضح تعتبره عامل لكن لا تعتبر من هو يعمل بالمياومة بأنه عامل قد تتفاوت النساء من سنة إلى أخر ممكن أن تخرجوا الحكومة بعد ثلاث أشهر تقول لك انخفضت النساء مش هون مشكلتي أنا مشكلتي اليوم بأنه على مؤشر المعرفة العالمي الأردن بالرأس المالي البشري ترتيبه ستة على العالم بمعنى أن الأردنيين مؤهلين وقادرين ولديهم الطاقات الكافية لبناء أي مدن مستدامة وقادرين على العمل على خطوط إنكاج جيدة جدا لكن بالمقابل هذا المؤشر يقول بأن الأردن في ذيل القائمة فيما يخص السياسات التوظيفية السياسات الاستثمارية للرأس المالي البشري عنا آلاف يتخرجوا من الجامعات لكنهم بالمقابل ما بيلاقوا شغل لأنه إحنا مش عارفين شو نفوت على جامعاتنا وشو نطلع من جامعاتنا ووين بدنا نشغله فما في سياسة عامة المشكلة أنه لا يوجد هناك نظرة استراتيجية للأمور عنا 37 استراتيجية سيد الأزيز موجودين في أدراج الحكومة كل هذه الاستراتيجيات أنا أقول بأنها تخالف الدستور شكرا